ونبقى مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة فبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة العمل على تقديم خدمات متميزة لسكان الشعبيات في مختلف مناطق الإمارة أنجزت الهيئة مشروع إنارة متكامل للطرق في مدينة الديد والتي شملت شعبية بن رشيد وسيف بن عمير ومصالة العيد بن مليحة وسوق الخضار بالبطايح وفق أفضل المواصفات الفنية العالمية تضمن تركيب قواعد وأعمدة ومحولات الطاقة وتمديد الكابلات الرئيسية والفرعية هذا وسيتم تنفيذ خطة شاملة لمشروعات الإنارة في عدد من الشعبيات والمناطق المختلفة في إمارة الشارقة وفق جدول زمني محدد يفدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة الأديد من المشاريع التطويرية في المنطقة الوسطى متضمنة في الزيد ومليحة والبطايح خاصة في مشاريع الإنارة الموفرة للطاقة مع ضمان أعلى معاية الأمن والسلامة لضمان انثيابية الطرق وسلامة مستخدمي الطرق مع مراعاة جمال الأعمدة للمناطق السكنية الشارقة ما تشوف أول في معانا في منطقة مليحة ما في نارة ما في شيء والحين الحمد لله شارقة ما تشوف النارة موجودة وكل شيء موجود والحين تقدر حتى الناس يمشون ويسيرون ويجون أول ما كانوا يقدرون الشيء هذا والحمد لله ما في منطقة في خطيرة الحين ما وصلها أو في مليحة ما وصلها منطقة كاربة شوارعها كلها متكاملة واليوم الحمد لله هيئة كاربة والماء ما قصروا في إضاءة ونارة الشوارع وهيئة الطرق ما قصره الحمد لله في الشوارع الحمد لله وكل شيء واضح ومبيّن الحمد لله ولا قصر طال عمرك الشيخ في هذه الأشياء